الرئيس السيسي يهنق قطر على نجاح حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة دولة العربية مدبولي يتابع برنامج الطرحات العامة في البورصة ويؤكد السعي لتحقيق أفضل عائد للدولة عبر الطرح العام للمواطنين والقطاع الخاص زلناسكي ينشد حلف نيتو لحماية المواقع نووية الأوكرانية وروسيا تحذر من حادث نووي محتمل في محطة زابوريجيا السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيته برنامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم رئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى قطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانتلاقي البطولة بشكل مشرف يليق بما كانت الدول العربية وآرب سيادته عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال الاتصال الهتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم قبل مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح كأس العالم وزيارة ضيفا عزيزا على الدوحة والتي من شأنها أن ترسق قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين خاصة مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردغان بدوحة حيث تم تأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات السنائية بين الجانبين هذا وقد عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم بالدوحة والتي انطلقت أمس غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن أشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناجح مصر في استضافة قمة المناخكب 27 بمدينة شرم الشيخ مؤكدا في كلمة ألقها أمام المجلس اليوم أن مصر طالما كانت المنقذة في مراحل التاريخ الفارقة حيث رفعت لواء العمل الدولي لتنفيذ تعهدات العالمية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ أضافت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية إنجازا استثنائيا مضاءا بحروف النور بنجاحها المبهر في تنظيم أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ تلك القمة التي تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا عالميا لتثبت مصر من خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم وأن مصر التي لا طالما كانت المنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يهدد الحاضر والمستقبل معا فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعاهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة متخذة شعارا للقمة وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المروعة ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاسي والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دقوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرضا معلوماتيا يصلت الضوء على جميع جهود الدولة لتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي ووفقا للتقرير تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023 بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة رصدت صحيفة الجارديان البريطانية احتفاء قادة المحيط الهادئ ونشاطاء المناخ بإنشاء ألية تمويل الخزائر والأدرار في اتفاقية مؤتمر المناخ كوب 27 واستأشادات من رئاسة المصرية للمؤتمر في تأمين النتائج وقالت الصحيفة إن صندوق الخسائر والأدرار الذي سيوفر المساعدة المالية لدول الفقيرة المنكوبة بكوارس المناخ كان من بين أحد الطلبات الرئيسية لدول المحيط الهادئ التي تعد بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات أزمة المناخ لعقود خلال مفاوضات المناخ أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم حاليا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي في دول أوضاع الاقتصادية الراهنة شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي والتقديرات الأولية لأداء الإرادات والمصروفات العامة عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات في عدد من القطاعات الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحلية مياه البحر والجدول الزمالي لبرنامج الطروحات في هذا القطاع والإجراءات المقرر اتخاذها وصولا لتوقيع العقود مع المطورين كما تناول الاجتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقات بخصوصها على همش مؤتمر المنخ وما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات الممنوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية خلال اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مدي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وأشار مدبولي لأن الحكومة تدرس تفاصيل العناصر المؤثرة على البرنامج من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثل الشركة المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022 خلال الاجتماع توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لمسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثل الشركة على خطوة تصنيع هذا المنتج الرياضي المميز مسمنا أن يتم ذلك بأياد مصرية كمساهمة للصناعة الوطنية في هذه البطولة الأشهر كرويا في العالم أكد مدبولي أن هذا يمكن أن يمثل نواة صالحة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على أرض مصر للمنتجات الرياضية العالمية ومهاربان عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية انتلقت فعليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 والذي يستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وذلك بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبروسية والسعودية والأمريكية وكل من الإمارات والبحرين والمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب يشمل تدريب بتنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصق لمهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عرض الغردق الجوي المقرر يتنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش وسيشهد العرض مشاركة من فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء وألقى المقدمة طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصرية كلمة أشار فيها إلى همية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية في مصر مؤربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني الذي يتمتع بصمعة راقية خلال مشاركته في الفعليات فيما أعرب العقيد مارك بلينون الملحق العسكري البريطاني بمصر في كلمته عن ساعدته بالمشاركة وجها الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بهذا العرض الجوية بانطلاقة قوية بدأت وسط أقدم الحضارة وعلى سفح الأهرامة كان العرض الجوي الأول بيرامت إير شو عشرين اثنين وعشرين واستمرار للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غرداء إير شو الفين اثنين وعشرين بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصري العرض الجوي غرداء إير شو عشرين اثنين وعشرين اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطانية وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصري وصلت وزارة الدخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط ستمائة واثنتين واربعين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة تسعمائة وخمسين طول أما في مجال السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ستة وثمانين طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط ثمانمائة واربعون طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط أربعة وعشرين طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط تسعمائة وإحدى وعشرين قضية من بينها ثلاثمائة وستعشرة قضية خبز ناقص الوزن وثلاثمائة قضية واحدة لخبز غير مطابق للمواصفات خلال دربة استباقية حاسمة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 18 مليون قرص مخدر داخل سلاسحويات بميناء الأسكندرية البحرية بقيمة مالية بلغت قرابة واحد ونصف مليار جنيه تفرض وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية في جلب وتهريب المواد المخدرة تلك الآفة الخطيرة على المجتمع واقتصاده وتشكل النجاحات الأمنية في هذا الإطار راضعا حاسما لكل من يحاول جلب هذه السموم القاتلة عبر تلك المنافذ في هذا السياق وفي ضربة أمنية استباقية قوية وحاسمة ضمن سلسلة الضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوجود سلاث حويات قادمة من إحدى الدول ترانزيت ميناء الإسكندرية البحري في طريقها لدولة أخرى مشمولها المستندي المشروع أقراص كربونات الكالسوم مخبأ داخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية أكدت التحريات وعمليات الرصد والمتابعة مع استخدام التقنيات الحديثة صحت تلك المعلومات وأبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش الحاويات المتحرة عنها وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاويات السلاسة أصفرت عمليات التفتيش عن ضبط 18 مليون و336 ألفاً ومئة قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من المواد المخدرة المضبوطة بمليار وأربعمائة وستة وستين مليون وثمانمائة وثمانين ألف جنيه هذا الرقم الضخم للمضبوطات وقيمتها المالية يعكس قوة الضرب الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية تنصيقاً فيما بينها مستخدمة التقنيات الحديثة ودقة الرصد والمتابعة التي أحبطت معها تلك العملية للجلب والتهريب ويؤكد احترافية ويقضت الأجهزة الأمنية في حماية منافذ البلاد الشرعية من كافة محاولات الجلب والتهريب من خلالها مرحباً بكم مجدداً في نشرة السادسة ونتحول إلى الملف الروسي الأوكراني نشهد رئيس الأوكراني فلاديمار زلنسكي حلفاً نيتو لحماية المواقع النووية في بلاده جاءت مناشدة زلنسكي مع تصاعد المخاطر من استهداف محطة تيزابوريجيا للتاقة النووية جنوبي أوكرانيا وفي خطاب ألقاه عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية البرلمانية للناتو في مدريد حفى زلنسكي الدول الأعضاء على ضمان حماية المحطات النووية في بلاده من الهجمات الروسية أعرب الله كرملين عن قلقه من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية ودعا الكرملين الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة التاقة النووية في أوروبا هذا وقد قرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيد موسكو بأن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات أكد ريناتا كاريتشا مستشار مدير شركة التاقة النووية الروسية أن مفتش الوكالة الدولية للتاقة الذرية سينقذون محطة زابوريجيا النووية وحذر كاريتشا من أن تفقد محطة زابوريجيا ما زال غير آمن كان المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذرية رافايل جروسي قد دعا في وقت سابق إلى وقف قصف المحطة لعب بالنار هكذا وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد تعرضها مجددا للقصف فمع تبادل روسيا وأوكرانيا الاتهام بقصف المحطة الأكبر في أوروبا قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مثل هذه الهجمات قد تتسبب في حدوث كارثة كبرى مدير الوكالة الأممية رافايل جروسي وصف الأخبار الواردة من المحطة بالمزعجات جدا لافتا إلى أن حدوث انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى هو أمر غير مقبول على الإطلاق أيا كان من يقف وراءه وزارة الدفاع الروسية من جانبها أكدت أن كييف لا توقف سفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة في المحطة لافتا إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية على الجانب الآخر اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية روسيا بتعريض العالم بأسره للخطر مؤكدة أنها سجلت 12 ضربة روسية على الأقل في موقع المحطة النووية وكانت دابوروجيا توفر نحو خمس احتياجات أوكرانية من الكهرباء قبل العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات بسبب القصف المتكرر عليها وأثار ذلك مخاوف عالمية من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كم فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم وهو كارثة تشيرنو بالعام 1986 قال رئيس الوزراء البريطاني سوناك إن حكومته ستضع خططا لمساعدة الشركات كثيفة لاستهلاك للطاقة واضف سوناك أن الحكومة تستهدف دعم فواتير الطاقة لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة متوقعا من وزارة المالية معالجة ذلك في الوقت المناسب قالت إدارة الإحصاءات الوطنية في سريلانكا إن مؤشر أسعار المستهلكين التباطئ على أساس سنوي إلى 70.6% في أكتوبر بعد قفزة قياسية بلغت 73.7% في سبتمبر وقلت إدارة الإحصاء إن تضخم أسعار المواد الغزائية بلغا 80.9% في أكتوبر بينما بلغا التضخم غير الغزائي 61.3% أظهرت بيانة وزارة الزراع الأوكرانية أن كياف صدرت نحو 16.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 بانخفاض بلغت نسبة 31.7% واضفت الوزارة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 مليون إلى 52 مليون طن من الحبوب هذا العام انخفاضا من 86 مليون طن في عام 2021 بسبب خسارة الأراضي بسبب العمليات الروسية وانخفاض المحاصيل نشرتنا متواصلة معكم وفيها العهل البحريني يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة مصر عن تعازيها في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة تشيانجور في جزيرة جوا بجمهورية إندونيسيا الصديقة كما أعربت مصر عن مواستها وتضامنها مع حكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم وتمنيتها بسرعة الشفاء للمصابين ولقي 162 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 700 آخرين وذلك على إثر زرزال ضرب جزيرة جوا الإندونسية بقوة 5.6 دركة بقياس رختر استقبل العهل الأردنية المالك عبدالله ثاني رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد داشياع السوداني لدى وصوله لمطار ماركة العسكرية في عمان وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تكليفه وجرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال الرسمية ومن المقرر أن يجري المالك عبدالله ثاني والسوداني مباحشات في وقت اللحاق أعلن العهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة قبول استقالة مجلس الوزراء وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة حيث تضمن القرار الملكي تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة كان الأمير سلمان قد تقدم باستقالة حكومته لملك البحرين وفقا للدستور الذي ينص على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء الفصل التشريعي عقب انتخابات العامة الأخيرة يوصل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تاجرهي الإسيوبي بعد توقيع هدنة في وقت سابق من الشهر الجاري وأفاد مسؤولون أن الإقليم استقبل خلال الساعة الماضية أربع عشرة شاحنة على متنها وقود ومساعدات غذائية كانت الهدنة التي وقعتها في جنوب السودان الحكومة الإثيوبية وسلطات الإقليم بدعم من الاتحاد الإفريقي قد دعت إلى دخول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات فيها أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميل هارس للتزام بالولايات المتحدة الثابت تجاه الفلبين جاء ذلك خلال اللقائها مع الرئيس الفلبيني فريديناند ماكروس جونيور في العاصمة منالا وذلك بعد حضورها بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادئ في تايلاند خلال اللقاء أكد الرئيس الفلبيني أنه لا يرى مستقبالا الفلبين لا يتضمن وجود الولايات المتحدة هذا وتعتبر كاميل هارس هي أرفع مسؤولة أمريكية تزور منالا منذ انتخاب ماركوس في يونيو يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا بشأن كوريا الشمالية بناء على طلب من الولايات المتحدة بعد عملية الإطلاق الأحدث ضن سلسلة من تجارب الصواريخ التي أجراثها بيونجانج هذا العام واختبرت كوريا الشمالية الجمع الماضية صاروخا باليستيا قادرا على الوصول للولايات المتحدة كما حذرت من ردود عسكرية أهنف على واشنطن التي عززت وجودها الأمني في المنطقة موسيقى موسيقى فاز رئيس كازاخستان قاسم توكايفا في الانتخابة الرئاسية بعدما حصد أكثر من 81% من الأصوات وأثرت البيانات أن المشاركة في عملية التصويت بلغت 69.44% من الناخبين بعد منافسة من طرف واحد أسدل السطار على انتخابات الرئاسة الكازاخستانية بفوز كاسح للرئيس قاسم جومارت توكايفا لينال ولاية ثانية بنسبة أصوات بلغت أكثر من 81% ليمدد فترة حكمه للبلاد وقبل إعلان النتائج وانطلاق التنافس كان من المتوقع بشكل كبير أن يفوز الرئيس البالغ من العمر 69 عاما والذي وصل إلى السلطة في 2019 بالانتخابات ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط البيانات أظهرت أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44% من الناخبين ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة من تخطي نسبة 43.42% من الأصوات فيما اختار 85.10% من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين فوز توكايف جاء بعد عام شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا في البلاد بعدما تحولت ظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب وأجهتها السلطة ما تسبب بمقتل 238 شخصا وأملا منه في فتح صفحة جديدة بعد عام مضطرب قال توكايف إنه يسعى إلى ولاية جديدة من الثقة من الشعب في إتار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية المجانية الكشف على ما يقرب من 600 مواطن في قرية تبع لمركز مدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وأيضا سيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة لرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا قافلة الطبية التي تضم كل التخصصات بها سيدلية متكاملة بها أكثر من 80 صنف يتم توزحهم بالمجان على المواطنين والحالات التي تحتاج إلى تدخل الجراحي يتم توزحها على المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية مثل المجمع الطبي ومستشفى بخليفة والمستشفيات الجامعية تنصيقا مع مؤسسة حياة كريمة تواصل وقواف الوصل الخير أنشطتها في عدد كبير من المحافظات من خلال توزيع الألاف من كراتين المواد الغزائية يوميا على المستحقين هذا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعون بمؤسسة حياة كريمة ببزل جهود كبيرة لتحديد الفئات المستحقة إضافة إلى توصيل صندوق الحماية الاجتماعية إلى من يستحقها وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد محافظة الغربية طارق رحمي أن إجمالية عدد مشروعات تبطين وتطوير الترع في مركز زفتة بلغ 34 ترع بنسبة إنجاز تخطط 51.2% وبإجمالية تكلفة تطوير 540.7 مليون جنيه وشدد رحمي على الحرص الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بقرى مركز زفتة استقبلت محافظة الوادي الجديد وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين في مسهل زيارتهم للمحافظة ضمن فعليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر تأتي زيارة في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومة طبعية وبيئية أنماط عديدة تتمتع بها السياحة المصرية والتي تجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم وتعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة التي تتمتع بها مصر بالعديد من الأوجه والأماكن ويأتي منها محافظة الوادي الجديد وقام وفد من الأطباء الأوروبيين بزيارة للعديد من المواقع السياحية والاستشفائية في الوادي الجديد جاء في مقدمتها الآبار الكبرتية بقرية جناح وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر والله الزيارة النهاردة كانت مع فوج طبي جايين من أسبانيا والحقيقة جايين بيستكشفوا مصادر الطبيعية في محافظة الوادي الجديد الواحد الدخلة والخارجة وكيفية العلاج الطبيعي بدلا من العلاجات التقليدية المحافظة الحقيقة بتسخر بمقاومات طبيعية استشفائية من الدفن بالرمال لنزول في المياه الكبرتية الشمس الساطعة القوية وأوروبا دخلة في فترة الشتاء جايين يستكشفوا ده وهما الحقيقة متخصصين في العلاجات الطبيعية أحلى في طار توجيات السيد الرئيس عفتاح السيسي الأخيرة استفادة بكل الشبر من أرض مصر سواء الزمار زراعي أو الزمار سياحي فالحمد لله أحلى بالتعاون مع الشركات السياحية والجامعات المصرية دعينا وفد من الأطباء المهتمين بالسياحة العلاجية والسياحة الشفائية وقالنا أكثر من 15 واحد وفد من أسبانيا الصديقة وحيعودوا معنا 3-4 أيام يدرسوا بأكل الإمكانيات المتواجدة في المنعون كبرتية من دفن بالرمال زيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقاومات طبيعية وبيئية كما حرس الوفد على زيارة أقدم الآثار القبطية وهي مدينة البجوات التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 4000 عام كما تم زيارة معبد هبس ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد الوقفة الاقتصادية مع مصطفى ميزار شكرا أذى وشكرا هبا أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له تأثير الشمول المالي على خفض معدلات الفقر في الدول النامية أضف المركز في تحليلي بأنه خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017 حصل ما يقرب من 1.2 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم على حساب مصرفي فيما أصبح 71% من البالغين في الدول النامية الآن يمتلكون حسابا ماليا رسميا أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات البلاروسية التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير بلاروسيا بالقاهرة سيرجي ترترييف لبحث موضوعات التعاون المشترك والقائمة والمستقبلية بين الطرفين من جانبي أشار سفير بلاروسيا بالقاهرة أشار إلى أنه أيضا تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية خاصة تلك المجالات التي تتعلق بالتحول الرقمي كشف تقرير لوزارة الزراعة بأنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 196 ألف طن من الضرة وفول الصوية بحوالي 88 مليون دولار أضاف التقرير أن الإفراج شمل 158 ألف طن من الضرة بما يقرب 57 مليون دولار وحوالي 38 ألف طن من فول الصوية بقيمة 27 مليون دولار وأضاف التقرير وأضافت أيضا أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار هذا وتواصل وزارة الزراعة التنصيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجل لإفراج الدوري عن الضرة وفول الصوية وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية تضخ الدولة يوميا كميات كبيرة من الأرز والمكرون وأطباق البيت في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يأتي ذلك وسط الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره هذه الكميات الكبيرة من الأرز والمكرونة وأطباق البيض تضخ يوميا في أكثر من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير هذه السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة داخل المنظومة التموينية والبيع الحر بأسعار مناسبة وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين وسط إجراءات اتخذتها الدولة لتجديد الرقابة لنجاح موسم الأرز وزيادة المعروض منه وتوفيره تم ضخ 50 ألف طن ب10 جنيه ونص خلال شهر 9 و10 وجينا في اليوم 10-11 تم ضخ 18 ألف وخوسمائة طن رز رفيع الحبة وعليل الحبة 5500 رفيع الحبة للشركة المصرية التي قلت الجملة من الصعيد حتى الإسكندرية وإحنا كان لنا نصف فيها كشركة 2 ألف طن تم ضخهم يوميا ب14 جنيه ونص الكيلو الوزارة عامة مع الشركة الخبضة كل تفكيرها كله أن هي بتركز على السلع الأساسية سواء كان سكر أو زيت أو رز أو مكرونة حتى كمان بحيث أن هي بتوفر الكميات على مستوى المجمعات كلها وبتعمل مخزون استراتيجي من السلع داية من 3 ل 6 شهور في المخازن وبالتالي الحمد لله الكميات كبيرة والسعر أقل من أسعار السوق كتير إجراءات رقابية وتنفيذية تستهدف التأكد من توافر السلع الأخرى كاللحوم والزيت والسكر وغيرها مع ضخ كميات من السلع التي يقبل على شرائها المواطنين في كل السلاسل التجارية بالمحافظات تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن الأسر ودعمهم بتوافر كل السلع الأساسية بيتحدد من قبل وزارة التموين سعر المنظومة التموينية اللي هي بتتصرف للمواطن فالمكارونا 400 جرام متسعارة من قبل وزارة التموين ب5 جنيه وربع للمواطن مفيش مكارونا دلوقتي سعرها 5 جنيه وربع ولا 6 جنيه ولا أكتر من كده كمان فالدولة موفرها لكل المواطنين وبأسعار مناسبة جدا وفي متناول وأي مواطن هيروح أي مكان في وزارة التموين هياخد جميع المقاررات التموينية بسعر مناسب جدا كل الأصناف موجودة بكمية كميرة جدا زي إنه هو مش حكاية سلع أسسية بس زي إنه إحنا عندنا صرف مقاررات تموينية عندنا أخضار وفاكة عندنا الحم طازجة عندنا كل الأصناف زي أسماك زي كل حاجة إحنا بنطمن المواطن أنت في أي وقت بتخش مجمع استهلاكي بتاع حكتك كلها زي ما أنت عايز ومصر دايما بخير بوجود المجمعات الاستهلاكية ما شاء الله متوفرة بس يعني إحنا ما ناخدش فوق كمياتنا اللي إحنا محتاجينها يعني بس يعني ما ناخدش ما نجيش أخد عشر كراتين بيض أخد خمسين كيلو رز أخد كذا أخد احتياجاتي وكل يوم حلقة اللي أنا عايزه موجود من ناحية الرز أرخص من برة وحاجات كتيرة مجهود كبير تقوم به الدولة لضبط الأسعار وتوافر السلع تزامنا مع استمرار حزمة الدعم الاجتماعي الإضافية والتأكيد على وجود احتياطي استراتيجي لمختلف السلع في رسالة تؤكد أن الأمن الجذائي على رأس أجندة أولويات الدولة محمود جميل التلفزيون المصري إلى أسواق المال حيث قرنت البرصة المصرية التعاملات على تراجع مجمعية لمؤشرات بعض صعود دامة لست جلسات متتالية وسط تدولات مرتفعة هذا وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالسوق بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيج إكتثيرتي عند مستوى 12.523 نقطة وأغلق عند مستوى 12.449 نقطة متراجعاً بما نسبته 59.100% كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكتثيرتي عند مستوى 2480 نقاط وأغلق عند مستوى 2397 نقطة وذلك بنسبة 45.100% كذلك فتح مؤشر إيج إكتثيرتي عند مستوى 3500 نقطة وأغلق عند مستوى 3484 نقطة متراجعاً بما نسبته 52.100% من أسواق المال إلى أسواق العملات وفيها تبيانة أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل فيها الدولار الأمريكي ما قيمته 24 جنيه و 47 كرشاً للشراء و 24 جنيه و 54 كرشاً للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 25 جنيه و 3 كرش للشراء و 25 جنيه و 12 كرش للبيع هذا في حين قد وصل الجنيه الاسترليني وصلت قيمته إلى 28 جنيه و 87 كرشاً للشراء و 28 جنيه و 97 كرشاً للبيع أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد سجلت درهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيه و 66 كرشاً للشراء و 6 جنيه و 68 كرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودية والذي وصلت قيمته إلى 6 جنيه و 50 كرشاً للشراء و 6 جنيه و 53 كرشاً للبيع من أسعار العملات إلى أسواق المعاد نفيسة فيها هبطت أسعار الذهب العالمية للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى 1739 دولاراً للأوقية أما بالنسبة للسعار الذهب محلياً فقد سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1114 جنيه بالنسبة للعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1300 جنيه وبالنسبة للعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1486 جنيه وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 10400 جنيه تراجعت أسعار النفط إلى أقرب وأدنى مستويتها في شهري بعد أن تراجعت بنحو دولار واحد للبرميل في وقت سابق مع انحصار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب العالمي على الوقود في الصين وكوة الدولار بظلالها على الأسعار هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برينت تسليم شهر يناير ب74 سنة أو بما يعادل نسبته 8 من 10 بالمئة لتصل إلى 86 دولار و88 سنة للبرميل هذا وقد بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر وصلت إلى 79 واربعة من 10 دولار للبرميل بانخفاض وصلت قيمته إلى 68 سنة أو بما يعادل 9 من 10 بالمئة هذا وقد اتخفضت أسعار المزيد العالمي هي الأخرى بما نسبته 22 من 100 بالمئة أو بتصل بنسبتها الأخيرة إلى 3.38 دولار للليتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 2 واربعة من 10 بالمئة لتسجل 6.45 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة حسنة على نحو الملموس للتوقعات على المدى القريب للاقتصاد الجزائري أوضح صندوق أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية في الوقت الراهن لوضع المالية العامة على أسس سليمة كما أضف صندوق النقد الدولي أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع هب حسين وأذى إبراهي شكرا لك مصطفى نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ قطر على نجاح حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية مدبولي يتابع برنامج الطروحات العامة في البورصة ويؤكد سعي لتحقيق أفضل عائد للدولة عبر طرح العام للمواطنين والقطاع الخاص زالانسكي ينشد حلف النايتو لحماية المواقع النووية الأوكرانية وروسيا تحذر من حادث نووي محتمل بمحطة زابوريجا نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة